خلال الساعات اللي فاتت الحياة كان فيه مجموعة من الأخبار اللي زعلتنا كنا بنتناول مع حضراتكم من فترة كبيرة وإحنا بنتابع مع وضوع دمور العضلات الشوكي والأطفال وسعيدنا جداً بالمبادرة الرئاسية أن يتم توفير هذا اللقاح خصوياً لما كنا بنكلم من الأساسة والمتخصصين في هذا الموضوع قاله أن نسب الوفيات في الأطفال تحت سن السنتين بتكون عالية بتكون كتيرة نتيجة طبعاً يعني عدم أخذ الجرعة أو بيبقى فيه مضاعفات شديدة جداً جداً الولاد والأطفال في السن ده بيتعرضون لنتيجة دمور العضلات فبيصبحوا عرضة للوفاة بشكل كبير النهاردة فيه أربع وفايات ليال، ليال أحمد، وليال سبحان الله يعني كانت تلقة الحقنة الأغلى يعني في العالم يوم 3 أغسطس يعني بقى لحوالي ما يقرب من 20 يوم وخادت الجرعة أو الحقنة وخرجت من المستشفى ولكن زي ما قالت أسرتها طبعاً لبنعزيهم ونوجه لها ونوجه لأهلها كل التعازي وقلوبنا معاهم توفت نتيجة شرقة برضو فيه حالتين تاني فيه إيمان إيمان جالها التهاب رئوي كل ده بنتكلم عمر شهور يعني حبايبي يا ربي رحموا دول ملايكة دول طيور الجنة يعني إنجاز التعبير هم طيور الجنة يعني في الجنة وربنا يا ربي يصبر أهليهم يعني فإيمان جالها التهاب رئوي وما كانتش خادت ما كانتش خادت الدواء ما لحيتش فتوفت النعارضة إيمان كمان سمير أحمد وسليم محمد كمان هم الاثنين برضو توفاهم الله يا ربي يصبر أهلهم ويصبر أسرتهم يعني ويكونوا يعني سابقين لهم بإذن لو ياخدوا إيديهم كده على باب الجنة إن شاء الله يعني